افتتحت اليوم أشغال الدورة الثانية من جيتكس إفريقيا المغرب بمشاركة أزيد من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 بلدا وعرف حفل افتتاح هذا الحدث المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش والعديد من أعضاء الحكومة وشخصيات من مختلف المشارب ويعرف هذا المعرض الرائد للتكنولوجيا والمقاولة الناشئة والمنظم من قبل شركة كاون الدولية الفرع الدولي لمركز التجارة العالمي بدبي وإشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية يعرف مشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين العالميين بالإضافة إلى صناع القرار السياسي ويشكل هذا التجمع الضخم للتكنولوجيا الذي يعتبر واجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار والشبكات مناسبة للمشاركين لتقاسم معارفهم وخبراتهم حول ثلاثة محاورة رئيسية تتمثل في بناء إفريقيا رقمية موحدة والترابط والمدن الرقمية ترجمة نانسي قنقر